سمر بترفع الراية البيضة وأخيرا قررت الاستسلام قدام سهيل وقدام ألعابه اتصلت بي في الحلقة الرقمية و3 من مسلسل حيرة وقالت له أن هي عايزة تقابله علشان حاجة ضرورية ومهمة جدا وبيتفقوا يتقابله في الكافي وبتكون عايزة تشوفه علشان تقوله أن هي خلاص سلمت وسهيل ما كانش طيها أصلا وهي بتتكلم معاه في التليفون ومنلاقي بعد كده أثناء مقابلتهم بتقوله أن هي خلاص استسلمت لي وأن هو تمام وأن هو اللي فاز وأن هي خسرت كتير ومش أدرة تعمل أي حاجة ولا أدرة قدام ألعابه وأن هو اللي فاز وأن هي خسرت وأنها جاية ورفع الراية البيضة وعايزة تتحد معاه قال لها وانت عايزاني أصدقك قالت آه طبعا لازم تصدقني لأن فعلا جاية مستسلمة وانت اللي بدأت انت اللي كنت عارك مكان أختي وعملت ألعابك من ورايا وده اللي خلينا ننفاصل وكل واحد يقول لواحده وكل واحد يقوم بألعابه لوحده وبدل ما إحنا ننتقم من عدنان بإننا ننتقم من بعض وده ما ينفعش إحنا في البداية أصلا المفروض إن إحنا سوا وفريق واحد لكن إنت اللي غادرت في الأول لكن معلش نرجع تاني ونلعب سوا وأنا وإنت عايزة ننتقم من عدنان إنت عايز فلوس وأنا عايزة نتقم لعيتي علشان كده لازم نرجع تاني ونساعد بعض لكن ساعتها سهيل ما كانش مسدقها فدري يقول لها ماشي ويسيزها وعلى سنها خلاص هتبقى معاه مرة واحدة قال لها عندي فكرة إن ألعبك دي هتمشي علي لا طبعا أنا عمري ما حرجع وحطي إيدي في إيدك بعد كده وكفاية أول حد هنا أصلا كانت سمر أيلة ليه جمال إن هي مسافرة وطلعت لمسافرة ولا حاجة وقارت لابسة اتطرحة وكمان نضرة السودة علشان محدش يعرفها لأنها مسافرتش ولا حاجة ولأنها مستخبية من جمال وتروح تعطي فندق على سنها مسافرة وبتكلم جمال مع سهيل وبتقوله إن هي درواتي في المطار وجمال كالعادة بيصدقها وأتريها كانت رايحة قابل سهيل علشان ترفع له الريا البيضة وتستسلم قدامه لكن سهيل بيطرطها شر طردة وبيقولها إن هو مش عنده استعداد إن هو يحط إيده في إيدها تاني شكرا للمشاهدة